لا تزال إدلب محور الصراع الأخير في سوريا صراع يمتد من المعارك الميدانية بين الجيش السوري والفصائل المسلحة إلى الأدوات والتدخلات الدولية وفي التطورات موسكو تنتقد ضربات جوية نفذتها واشنطن في محيط إدلب على موقع لتنظيم القاعدة وقالت إنها تهدد الهدنة المعلنة في المنطقة معنا الآن من واشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ديفيد ديروش سيد ديروش مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار واشنطن تنفذ ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم القاعدة بحسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية في منطقة في إدلب منطقة ليست خاضعة للوجود الأمريكي منطقة بعيدة نسبيا لماذا برأيك لجأت واشنطن إلى مثل هذه الضربات في منطقة خارج منطقة نفوذها بين قوسين طبعا هذا سؤال وجيه أعتقد أن هذا بسبب بأننا رأينا أو كان لدينا استخبارات تؤكد بأن هناك اجتماعا كبيرا لقيادة القاعدة هناك كما تعلم فإن الولايات المتحدة تلاحق القاعدة على المستوى الدولي إذن طبعا أنا لا أعتقد بأن هناك رغبة كبيرة في واشنطن أو في الحكومة الأمريكية بأن ينخرطوا مثلا في القتال في إدلب ولكن هذا تحرك ضد أهداف للقاعدة والأمر نفسه كان يتعلق بالباكستان حينما لحقنا أسامة بن لادن أعتقد أن الاستخبارات هي التي أعطت هذه المعلومات ولكن على ما يبدو أن القوات الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية لم تنسق لا مع روسيا ولا مع تركيا وكما تعلم هذه منطقة خاضعة الاتفاقات هذه منطقة خفض التصعيد خاضعة الاتفاقات روسية تركية وهي تخضى أيضا لنفوذ هتين الدولتين لماذا برأيك لم تنسق واشنطن مع أي جهة هنا أعتقد بسبب طبعا قلق أمني فإن القيادة المركزية قالت بأن هناك حوالي أربعين شخصا قد قتلوا وطبعا هذا عدد كبير لو كانوا كلهم من قيادات القاعدة فهذا عدد كبير من تلك القيادات التي كانت تنوي أن تقوم بهجمات على الولايات المتحدة وأعتقد بأننا سنكون لنكون قلقين لو أن الروس أو الأتراك مثلا باعوا تلك المعلومات لطرف آخر طبعا كما قلت لقد تدخلنا في باكستان وسرا ولم نعلم حلفائنا الباكستانيين أعتقد بأن هذا نفس التحرك لماذا برأيك الانتقاد من الجانب الروسي لهذه الضروات إذا كانت بالفعل تستهدف قيادات للقاعدة أو لغيرها من التنظيمات الإرهابية مع أن الوجود الروسي كله هناك والتركي وغيره يعني موجود على الأقل عالنا لمكافحة هذه الجماعات لم نسمع أي شيء من الأتراك أما بالنسبة للروس فإنهم يريدون أن يفرضوا اتفاقا أو وقف إطلاق النار ما رأيناه حرب أهلية في سوريا حيث روسيا وبشار والإيرانيون وأتباعهم حاولوا أن يكون هناك وقف إطلاق النار حتى طبعا يحققوا إنجازات إذن الروس حاولوا أن يوقفوا إطلاق النار طبعا حتى يحققوا نجاحات أخرى أعتقد بأن هذا تحرك ربما عرقل نوايا وتحركات روسيا إذن أعتقد بأنه في مصلحتهم أن يحاولوا أن ينددوا وأن يحاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن هذه الهجمات أنا لا أعتقد بأن هذا يمثل تدخلا أمريكيا كبيرا إنه فقط جزء من الحرب العالمية ضد القاعدة هل تعتقد بأن الويات المتحدة ستواصل مثل هذه العمالة العسكرية إذا رأت ضرورة لذلك من وجهة نظر إدارة الرئيس ترامب نعم أعتقد بأننا لو حصلنا على معلومات جيدة باجتماع مسؤولين للقاعدة فإننا نعم سنتخذ تحركا ضدهم أينما كانوا فنحن كنا واضحين جدا بشأن هذا هذا شيء طبعا قدنا ضربات في الفلبين وفي باكستان وفي أفغانستان والعراق وأعتقد بأننا سنفعل ذلك في سوريا إذا كانت لدينا معلومات بشأن هذا ولكن ملتا أخرى هذا تحرك فقط ضد القيادة وليس مصمما لأن تتورط في الحرب الأهلية في شمال غربي سوريا شكرا لك ديفيد ديروش الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية كان معنا من واشنطن شكرا لكم شكرا لكم